كل الجهات الضامنة مفلسة يعني عنديك التعاونية عنديك الضمان عنديك ميزان يعني في جيش جيش كم يحكم كله بده تمويل اذا عم نحكي ما في تمويل عم نحكي بعد شوي المستشفيات الخاصة ممكن توقف تاخد المضمونين على الآخر وبالتالي عم نحكي على الواقع اللي كنا عم نقول انه بس للأغنية اليوم المستشفيات الخاصة قصم كتير منه وقف ياخد مرضى تعاونية وقف ياخد مرضى قوى أمن وقف ياخد مرضى جيش في كتير مستشفيات وقفت عنده كتير مستحقات الدول اللي لازم تدفع ليهون ومتراكمين من الـ 2012 اليوم لما اللبنانيين يعني خصوصاً انه عم نحكي صرنا اكتر من 60% بحسب اخر الاحصاءات اللي هني راحين على تحت خط الفقر تحت خط الفقر لما منحكي عن هيك رقم يعني منقول انه الضمان الاجتماعي او مؤسسة الضمان الاجتماعي بخطر عم نقول انه معظم اللي بيتحكموا بالضمان راح يصيروا على حساب الدولة اللبنانية يلي هن الضمان فعليا دولة لبنانية لا هلا الضمان عنده مدخوله من الموظفين يلي نحنا منا موظفين دولي صحيح يعني المثبت بلبنان بيدفع على الضمان بس ما هذا المال الموظف عم بيدفع على الضمان كمان في نهاية الخدمة في الأمومة في عدة سنة ديق بالضمان مش بس في صندوق الاستشفى اليوم لما بيصير صندوق الاستشفى بالضمان ناقص مكسور اللي بده يصير انه بده يروحوا على السنة ديق التانية يغطوا العجز بهالصندوق اللي معناته شو؟ معناته انه لما يصير صندوق الأموم فاضي لانه راح للطبابة اللي بده يجي يستفيد من صندوق الأموم ما راح يليعي أموال فيها يعني هي تغيير الأموال بيرجع بيجي الضمان وبيطلب صلفة من الحكومة ما في ميزانية ترجع الحكومة بترطيق من مصرف لبنان بيرجع مصرف بزارة المالية بتطلب تستدين من مصرف لبنان وبالتالي إذا بينا بهيد السايكل الضمان الاشتماعي راح يوقف كل الجهات الضمان راح توقف كل الجهات ترجمة نانسي قنقر